شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نقلة نوعية على كافة المستويات في السنوات الأخيرة هذا وتوجت العلاقات بين الجانبين مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشركة الاستراتيجية الشاملة انطلاقاً من إدراك الاتحاد الأوروبي الأهمية مصر نقلة نوعية كبيرة شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات طيلة السنوات الماضية توجد مؤخرا بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من إدراق الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهورياتها الجديدة يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر حيث يمثل حوالي 25% من إجمال حجم التبادل التجاري مع مصر وقد تضعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 إلى 31 مليار دولار خلال عام 2023 حيث تصدر مصر إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيمويات والمنتجات الزراعية يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمال الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت قيمة استثمارات الدول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 بارتفاع 156.13% يعمل الاتحاد الأوروبي ومصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة فظهر ذلك جليا في القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة في مارس الماضي والتي عكست عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة وعكست أيضا حالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية والثقافية على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة